المشاهد غير مألوفة هنا في محافظة مأرب حيث تمتد هذه الطوابير لساعات وبشكل يومي لتعبئة استواناتهم المنزلية أزمة جديدة تشهدها المدينة تضاعفت معها معاناة الناس حيث بات الحصول على استوانة غاز غاية في الصعوبة والتعقيد في ظل عجل السلطات عن وضع حلول عاجلة ومحاسبة المتلاعبين هناك مواطن يفتقد لمادة الغاز أو ينتظر فترات طويلة من أجل الحصول على الغاز والمطلوب من هذه الجهات أن تقوم بدورها من أجل حل هذه الإشكالية لأنه قد يكون أمر وجود أزمة غاز في بعض المحافظات أمر اعتيادي لكن في مأرب التي تعتبر واحدة من أهم منابع الغاز في اليمن هذا أمر عجيب ويضع الكثير من التساولات حملات تتيش مشتركة نفذتها شركة الغاز ودائرة صافر ضبطت خلالها خمس محطات تعبئة تحتكر مادة الغاز متوعدة بإيقاف المخالفين نهائيا عن مزاولة العمل وكذلك زيارة منشأة الغاز العاملة بطاقتها القصوى وهي محاولات لا تبدو كافية حتى اليوم في معالجة أزمة غير متوقعة في محافظة نفطية أحداث أمنية أثرت في خط مارب صافر المحافظة أثرت في الأسبوع الماضي على وصول مقدورات من المصدر صافر أيضا هناك بعض الأحيان تغيب بدور الرقابة أن العمل لدينا تكامل مع المجالس المحلية والجهة الأمنية بعض الأحيان يضعف هذا الجانب يؤدي إلى تسرب المادة خاصة أن خفاض السعر في المحافظة خفاض سعر الأسوانة في المحافظة المعرب يؤدي أدنى من سوى الأسعار في المحافظة المعرب مسببات كثيرة لأزمات متعددة آخرها عدم الغاز تواجه بتدابير بسيطة لم تغير واقع الحال وسط منعشدات لقيادة السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها وتفعيل دورها الركابي فضلا عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة لمحاسبة المتورطين باستغلال احتياجات الناس الأساسية خصوصا الغاز والوقود تتصدر أزمة الغاز المنزلي أحاديث الناس وهمومهم اليومية هنا إضافة لصعوبات مستمرة منذ شهور في الحصول على الوقود ما يجعل معالجات السلطات غير مجدية لضمان وتوفير احتياجات الناس وإنهاء معاناتهم خليل الطويل قناة بلقيس مأرب